ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل تبين حكم المرحلة الأولى من مراحل القتال والجهاد في سبيل الله فمن المعلوم أن تشريع الجهاد قد مر بعدة مراحل لقد تم تطور حكم الجهاد في سبيل الله من مرحلة إلى مرحلة في تدرج تشريعي حكيم حتى وصل إلى الطور الأخير وهو الأمر بالقتال لمواجهة أولئك الذين اعتدون على دين الله جل وعلا وينتهكون حرمات المسلمين والمسلمات ويعكرون عليهم أمنهم ويفتنونهم في دينهم ويحولون بين الناس وبين السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يحاولون ما استطاعوا أن يطفئوا مشاعل الهداية ومصابح النور التي يحملها دعاة الحق المكلفين بالبلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع فلقد كان جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم في هذه المرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله كان جهاده بالقرآن والدعوة إلى الله والبلاغ عن الله والكف عن الأذى والصبر على الأذى كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية صورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا به أي بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وكما قال جل وعلا له في آية صورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهنا سؤال في غاية الجمال يحتاج منا إلى وقفة وإلى تفكر وتدبر لماذا منع الله جل وعلا القتال في هذه المرحلة لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يكفوا عن القتال وأن يقيموا الصلاة وأن يجاهدوا المشركين بالقرآن بالبلاغ بالدعوة بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وليل فمنهج الدعوة توقيفي منهج الدعوة إلى الله توقيفي ليس من حق أي سالك لطريق الدعوة إلى الله أن يحيد عنه فلماذا منع الله القتال في هذه المرحلة تدبروا الجواب فما أجمله لأن أكثر خصوم الإسلام وأعدائه في هذه المرحلة هم الذين سارفعون راية الإسلام بعد ذلك من أمثال عمر عبد الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم فشاء العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما ساكون شاء جل جلاله أن يستبقي هؤلاء الذين نالوا من الإسلام في بداية دعوته أن يستبقي هؤلاء لينصر بهم هذا الدين وحتى لا تتحول بيوت مكة إلى حروب لا تنتهي بين من أسلم منهم ومن أصر على كفره وعناده وأنتم تعلمون أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاه التي يذبحون لها مئات بل آلاف النياق فالقوم كما عبر عنهم الشاعر قريط بن أنيف التميمي قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانة قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا قوم تحركم الحمية والعصبية وتدفعهم للقتال لأي سبب فكيف إذا كان القتال من أجل آلهتهم التي يعبدونها ويقدسونها ويقدمون لها النذور والقرابين فمن حكمة رب العالمين أن يأمر النبي وأصحابه بالكف عن القتال في هذه المرحلة حتى لا تتحول مكة إلى برك من الدماء وإلى قتال دائم لا يتوقف ولا ينتهي بين أولئك الذين شرح الله صدرهم للإسلام والتوحيد وبين أولئك الذين لازالوا مصرين على كفرهم وعنادهم من أهل مكة قد ترى الصنفين في البيت الواحد ترى من آمن وترى من لازال مصرا على كفره وشركه فلو شرع القتال في هذه المرحلة لتحولت مكة إلى بحور من الدماء ولقتل كثير من هؤلاء الذين قدر رب الأرض والسماء أن يحملوا السيف بعد ذلك لنصرة هذا الدين ولنصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر